انا ابتديت اعلانات البي بي سي على امازون والاعلان شغال بقى له يميل بس الارقام سيئة جدا بالسي تي ار برضو قليل اوي فهل الناس مش بتضغط على المنتج لان سعر البيع غالي بالنسبة للمنافسين ولا المنتج سيء لدرجة ان مفيش اصلا اي حد عايز يدوس على الاهلاء تيرسالة جاتلي وفي الحقيقة فيها عامل كتير جدا ممكن تكون هي السبب في النتائج دي منها مثلا السورة الرئيسية للمنتج ممكن تكون مش ملفتة للنظر مش بتساعدنا ان احنا نعرف نخطف العملة من صفحة البحث ونخليهم يدخلوا على الليستنج من جوه ممكن برضو سعر البيع اللي بنبيع بيه يكون عالي جدا بالنسبة للمنافسين اللي ظهرين جنبنا او عدد الريفيوز او التقييمات اللي عندنا يكون اقل منهم بكتير ففي عوامل كتير جدا ليها علاقة بالليستنج ممكن تكون هي السبب في النتائج دي بس في عوامل تانية اهم وده اللي هنتكلم عليه في فيديو نوع انا عبدالله شام ومعاكو في اي كومرس مع اتش فيديو النهاردة هنتعلم حاجتين مهمين جدا اول حاجة هي الطريقة الصحة اللي نفكر بيها اول ما نعمل اعلان على امازون ويصرف فلوس بس الاعلان ما يحققش الهدف المطلوب منه وازاي ان احنا نعرف نحدد المشكلة فين بالزر تاني حاجة هي دراسة حالة الاعلان نتعامل لمنتج جديد على امازون بس الاعلان ما حققش الهدف المطلوب منه وهنتعلم مع بعض ايه الاسباب اللي خلت النتائج كده زي ان احنا نقدر نحل المشاكل دي ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشجيعكم ده بيحمسي ان انا نزل فيديوهات اكتر طب دلوقتي احنا اطلقنا منتج جديد على امازون وشغلنا اعلانات البي بي سي وجينا بعد يومين نشوف ادايا الاعلان ده لانا ان الاعلان صالف فلوس بس المبيعات اللي حصلت من خلال الاعلان ده قليلة جدا او مفيش اصلا اي مبيعات حصلت من خلال الاعلان في حاجتين مهمين جدا لازم نفكر فيهم اول سيناريو ان ممكن يكون في عدد كبير من الناس شافوا الاعلان بتاعنا بس عدد قليل جدا منهم هم اللي ضغطوا على الاعلان ودخلوا على الليستنج عندنا او صفحة الموضع تاني سيناريو ان في ناس كتيرة ضغطت على الاعلان بتاعنا ودخلوا على الليستنج بس عدد قليل منهم هم اللي اشتروا ببساطة كده ان ممكن يكون عندنا مشكلة في الليستنج من جوه ان العميل دخل على الليستنج وما لقاش اي سبب يخلي ان هو يشتري المنتج بتاعنا او ممكن يكون عندنا مشكلة في الليستنج من بره ان العميل ما لقاش اي حاجة ملفتة للنظر وتخليه يضغط على الاعلام بتاعنا فعشان نحدد المشكلة فين بالزبط سواء كانت في الليستنج عندنا من جوه او في الليستنج عندنا من بره مهم جدا نعرف المتريكس او الارقام دي اول رقم هو CTR والCTR هو اختصار click through rate والCTR ده بيساوي عدد الناس اللي ضغطت على الاعلام بتاعنا ومقسوم على عدد الناس اللي شافت الاعلام بتاعنا فاحنا مثلا لو عندنا 200 impression والimpression معناها ان في حد شاف الاعلام بتاعنا فاحنا عندنا 200 واحد شاف الاعلام بتاعنا بس واحد بس منهم هو اللي دخل على الليستنج عندنا فاحنا كده عندنا CTR 0.5 والCTR ده قليل يبقى معناها ان احنا عندنا مشكلة في الليستنج من بره مش عارفين نسحب الناس وندخلهم على صفحة المنتج ثاني رقم هو الconversion rate الconversion rate هو عدد الارضرات اللي جات لنا مقسوم على عدد الناس اللي كانت موجودة في الليستنج عندنا يعني مثلا لو عندنا meet session والsession معناها ان في زيارة عندنا في الليستنج فاحنا عندنا 101 في الليستنج وفيه 4 ارضرات جم من الميت واحد دول فاحنا كده عندنا 4% conversion rate كل ما كان الconversion rate قليل يبقى اكيد عندنا مشكلة في الليستنج من جوه ومحتاجين ان احنا نعدلها طب ازاي بقى احكم واقول ان CTR عندي قليل او الconversion rate عندي قليل خلينا ننتفي على حاجة مهمة جدا ان CTR عندي لو 0.5 يبقى انا كده CTR عندي كويس بس مش احسن حاجة ومحتاج يتعدل بس لو CTR عندي اقل من 0.5 يبقى انا كده عندي مشكلة في الحاجات اللي ظهرة في الليستنج من بره ومحتاج ان انا اعدلها على طول وكل ما كان CTR عندنا اعلى من 0.5 فاحنا كده ماشيين بشكل كويس جدا نفس الكلام على الconversion rate لو الconversion rate عندنا اقل من 6% يبقى احنا كده عندنا مشكلة في الليستنج من جوه سواء مثلا في التايتل عندنا او في البوليك بوينس او في وصف المنتج او في السور اللي موجودة جنب الصورة الاساسية للمنتج بتاعه بس لو الconversion rate عندنا 6% او اكتر من 6% فده شيء كويس طب دلوقتي احنا شغلنا اعلان وجينا نبص على CTR رأينا ان CTR اقل من 0.5 فاكيد في حاجة من السبع حاجات دول محتاجين يتعدلون لان السبع حاجات دول هم كل الحاجات اللي ظهرة في الليستنج من بره واحنا عرفنا ان CTR قليل معناها ان احنا عندنا مشكلة في الليستنج من بره مش مخلية العملة يقتنعوا ان هم يضغطوا على الليستنج عندنا او الاعلان بتاعنا اول حاجة هي المين امج او الصورة الاساسية الصورة الاساسية هي من اهم الحاجات اللي بتلعب دول مهمة جدا في CTR كل ما كانت الصورة بتاعتنا اللي ظهرة في صفحة البحث ملفتة للنظر ومختلفة على المنافسين اللي بيبيعوا جنبنا كل ما عادت كبير من الناس دخلوا على الليستنج عندنا تاني حاجة وبرضو هي مهمة جدا هي حجم التايتل بتاعنا يعني مثلا لو احنا بنبيع منتج ومعظم المنافسين مسميين المنتج بتاعهم في اسم كبير لو احنا مثلا خلينا اسم المنتج بتاعنا صغير وارد جدا ان العملة ما تضغطش على الليستنج عندنا ويدوس على المنتج بتاعنا فاكيد مش هنكون حطين كل المميزات المهمة اللي هتخلينا نعرف نبيع في اسم المنتج ومعظم المنافسين اللي معانا حطين تايتل كبير ومركزين على المميزات دي فدي واحدة برضو من اسباب ان احنا ما ديناش سبب للعميل ان هو يضغط على الليستنج عندنا ويشتري المنتج تلت حاجة ودي مهمة جدا هي ان احنا لازم نستخدم اهم الكلمات اللي العميل بيستخدمها عشان يدور على المنتج استخدمها ونحطها بنفس الشكل في التايتل عندنا كل ما العميل دور بكلمة معينة على منتج ولأ الكلمة دي موجودة في اسم منتج معين كل ما كانت فرصة المنتج ده ان العميل يضغط عليه كانت اكبر بكتير ربع حاجة وهي مهمة جدا وهي الريفيوز او عدد التقليمات اللي موجودة في الليستنج عندنا لو المنافسين عندهم عدد ريفيوز كبير جدا مقرارة تنبية فاكيد فرصة ان انا اخد عدد من الكليكس هتكون قليلة خامس حاجة وهي الريتنج وهي التقيم بتاع المنتج واخد كم نجمة من خمس نجوم كل ما كان اقل من 4.2 فهيباني ان احنا واخدين 3 نجوم مش 4 نجوم فرصة ان العميل يضغطوا على الليستنج عندنا هتقل بشكل كبير جدا سادس حاجة هي سعر المنتج وسعر المنتج من اهم الحاجات اللي بتأثر في الكليك فرو ريت وبتأثر في عدد الناس اللي بيدخلوا على الليستنج عندنا اما نيجي نطلق منتج جديد على امزن فاحنا ما عندناش اي ريفيوز مهم جدا ان احنا نبيع بسعر اقل من المنافسين عشان ندي للعميل سبب مقنع ان هو يشتري مننا واحنا ما عندناش لسه اي سوشيال بروف او اي تقييم من عميل جرب المنتج بتاعنا سابع حاجة وهي الشيبينج اوبشن يعني احنا بنشتغل اف ب اي اي ولا اف ب اي ام بس معظم الناس طبعا بتشتغل اف ب اي اي بس دي اخر حاجة من الحاجات اللي ظهر في الليستنج دلوقتي احنا عرفنا يعتبر كل حاجة لها علاقة باللستنج اللي بتأثر في موضوع احد الناس اللي بيدخلوا هذا الليستنج عندنا بس في حاجتين مهمين جدا ياكاد يكونوا اهم من السبع حاجات دل بصد عم أم الهمش علاقة باللستنج من الحاجات المهمة جدا وناس كتير مش بتاخد بالها منها هي الـ target keyword الـ target keyword هي الكلمة اللي احنا مستهدفينها عشان نعمل إعلان عليها كل ما كانت الكلمة دي super relevant للمنتج بتاعي يعني كل ما كانت الكلمة دي هي فعلا الكلمة اللي العملة بيستخدموها عشان يدوروا على المنتج ده مش أي منتج تاني كل ما كانت فرصة العملة إن هما يدوشوا على الـ listing عندي كانت أكتر وأكيد المبيعات كانت فرصتها إن هي تبقى أكتر يعني مثلا لو أنا حبيت أعمل إعلان للمنتج ده واستخدمت كلمة water bottle إن أنا أعمل إعلان عليها فالكلمة دي هتخصرني فلوس كتيرة جدا ومش هتجيب لي مبيعات كتيرة ده بسبب إن كلمة water bottle مش هي الكلمة اللي بتوصف المنتج ده water bottle دي بتوصف كل المنتجات اللي لها علاقة بالميا زي الـ stainless steel والـ plastic والمنتجات اللي لها علاقة بشرب الميا مثلا في الجيم لكن عشان أوصف المنتج ده ممكن أستخدم كلمة زي Assassin's Steel Firmal Water Bottle طا بإيه السبب اللي إخليني أن أنا أستخدم الكلمة دي في الإعلام بتاعي وأما أستخدمش كلمة Water Bottle فعين أن ممكن كلمة Water Bottle دي ممكن حد يشوف أنها بتوصيبر المنتج والعميل اللي بيستخدم كلمة Water Bottle عشان يدور على منتج أو مش محدد نوع المنتج بالظبط اللي هو عايز يشتريه ممكن يكون عايز يشوف كل المنتجات اللي لها علاقة بالิوتر بوطل ومحددش الديزاين أو الشكل اللي هو عايزه لكن لما عميل يستخدم كلمة ستانلس تيل فيرم الووتر بوتل وهو محدد النوع والشكل والماتيريال اللي هو عايز يشتريها فالعميل هنا عارف هو عايز يشتري ايه وعنده نية الشرة فعلا لكن العميل اللي بيستخدم الووتر بوتل ممكن يكون ما عندهوش نية الشرة وعايز يشوف المنتجات الجديدة اللي نزلت مثلا ومعلومة مهمة جدا برضو ان كل ما كانت الكلمة دي لونج تيل ولونج تيل معناها ان الكلمة دي متكونة من 3 او 4 او 5 كلمات او عدد كلمات كتيرة كل ما كان فرصتنا ان احنا نبيع من خلال الكلمة دي هتبقى اكتر بكتير ثاني حاجة هي الاد بلسمنت ودي من اهم الحاجات اللي بتأثر في الكليك فرو ريت الاد بلسمنت هي المكان اللي الاعلام بتاعنا بيظهر فيه خلينا ننسى امازون لمدة 30 ثانية اي حد فينا ما بيستخدم جوجل نادرا ان محد يبحث على جوجل ويدخل على الصفحة التانية معظم الحاجات بنلاقيها في الصفحة الاولى وبرضو معظم الحاجات او اكتر من 60% من الحاجات اللي بندخل عليها تكون موجودة من اول البحث لحد نص صفحة الاولى نفس الكلام ده بالزبط بيحصل مع العمل على امازون ان اهم مكان المفروض احنا كتجار نعلن على المنتج بتاعنا فيه مكان اسمه TOS او Top of Search Top of Search هو اكتر مكان بتبقى فيه فرصة ان عمل كتيرة جدا تشوف في المنتج بتاعنا طالما فيه عمل كتيرة جدا شافت المنتج بتاعنا يبقى فرصة ان عمل كتير تدخل على الليستنج عندنا ويشتروا المنتج بتاعنا هتكون اكبر عكس مثلا البلسمنت التاني وهو Rest of Search Rest of Search هو المكان اللي اعلان بتاعنا بيظهر فيه والمكان ده بيكون اي مكان غير اول البحث يعني مثلا ممكن الصفحة الاولى في نص الصفحة الاولى او في اخر الصفحة الاولى ممكن في اول البحث في الصفحة التانية فاحنا كده عندنا مكانين مهمين جدا اول واحد هو Top of Search وده بيكون اول البحث في الصفحة الاولى زي هنا فاحنا هنا عندنا مكانين مهمين جدا اول واحد هو Top of Search وده بيكون موجود في أول البحث في الصفحة الأولى لو فاتحين من الموبايل هيكون أول مكانين ولو فاتحين من ديسك توب هيكون أول أربع مراكز وتاني مكان وهو الريستوف سيرش وده بيكون أي مكان ملوش علاقة بالتوبوف سيرش ومهم جدا جدا أي حد بيطلق المنتج بتاعه لازم يستخدم الكلمات اللي بتوصف المنتج بتاعه فعلا ويكون بيعلن عنها في التوبوف سيرش لأن في حاجتين مهمين جدا فرصة ظهورنا في أي مكان تاني غير التوبوف سيرش هتكون أقل وحتى لو مثلا الإعلان بتاعنا ظهر في الريستوف سيرش وناس كتير شافته بس الـ CTR في التوبوف سيرش بيبقى أعلى بكتير جدا من أي مكان تاني على أمازون ندخل بقى على دراسة حالة النهاردة وإن الإعلان ده اشتغل لمدة يومين وصرف في اليومين دول حوالي 90 دولار وعليه 71 ألف إمبريشن يعني فيه 71 ألف عميل شاف الإعلان ده وعدد الكليكس هنا 85 اللي لفت نظري حاجتين مهمين جدا أول حاجة إن 71 ألف واحد يشوفوا الإعلان في يومين ده رقم كبير جدا على إن هو يحصل في يومين طب إحنا دلوقتي معنا عدد الكليكس ومعنا عدد الإمبريشنز ده قدر نحسب دلوقتي الـ CTR وهو بيكون ظاهر هنا هنا الـ CTR حوالي 0.1 وهنا مفيش أي مبعات حصلت في خلال الإعلان ده يبقى سبب من الأسباب إن مفيش أي مبعات حصلت من خلال الإعلان ده إن هنا الـ CTR عندنا قليل يعني عدد الناس اللي بتشوف الإعلان كبير بس عدد الناس اللي بتضغط على الإعلان قليل إحنا دلوقتي عرفنا المشكلة فين بالضبط وعرفنا إيه المكان المفروض إن إحنا نعدل فيه تديت أبص على الحاجتين اللي اتكلمنا عليهم أول حاجة هي الـ Target Keyword ولفت نظري حاجات كتيرة جدا في التقرير بتاع الإعلان أول حاجة إن عدد الإمبريشنز أو توتا للناس اللي شافت الإعلان ده حوالي 80 ألف وفيه كلمة واحدة بس في الإعلان ده عليها إمبريشنز حوالي 76 ألف يعني كلمة واحدة بس واخدة 95% من توتا للإمبريشنز أو من توتا للناس اللي شافت الإعلان ده اللي لفت نظري كمان في الكلمة اللي سحب أكتر من 95% من الإمبريشنز إن الكلمة دي مش دي الكلمة اللي بتوصف المنتج الكلمة دي بتوصف نيش كبيرة جدا زي مثلا الـ Home Decor مش بتوصف منتج معين فعشان كده عليها عدد إمبريشنز كبير جدا إن الكلمة دي أكيد عليها بحث كبير جدا بس عدد الكليكس هنا قليل جدا مقارنة إن فيه 59 واحد ضغطوا على الإعلان من 76 ألف واحد شافوا الإعلان يعني الـ CTR هنا 0.07 وهنا الـ CTR قليل اللي لفت نظري وحاجة جميلة جدا الكلمة دي عليها 7 إمبريشنز يعني فيه 7 شافوا الإعلان بتاعها وواحد من السبعة دول دخلوا على الليستنج والواحد ده اشترى أوردر بقطعتين اللي لفت نظري بقى إن الكلمة اللي جات منها السيل دي نفس الكلمة دي مستخدمة بنفس الشكل بالزبط في التايتل وده يرجعنا للنقطة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي رقم 3 إن مهم جدا إن احنا نستخدم الكلمات اللي العمل بيدوروا بيها استخدمها بنفس الشكل على التايتل لأن ده هيساعد في موضوع الـ Click-Through Rate كان لازم برضو إن أنا أشوف الـ Add Placement وهو المكان اللي بيظهر فيه الإعلان إن احنا اتفقنا من شوية إن المكان اللي بيظهر فيه الإعلان بيأثر في الـ Click-Through Rate وإحنا هنا في الـ Campaign ده كان الـ CTR قليل جدا اللي يأكد بقى الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية دخلت أشوف هنا الـ Placement أو الأماكن اللي ظهر فيها الإعلان لقيت إن الـ Top of Six اللي هي أهم مكان المفروض الإعلان بتاعنا يظهر فيه عليه Impressions حوالي 20 مرة يعني 20 واحد بس شايف الإعلان وهنا عدد الـ Clicks Zero مفيش أي حد عمل كلام والـ Product page placement معناها إن المنتج بتاعنا ما ظهرش في صفحة البحث ده ظهر في صفحة المنافسين أو في الليستنج بتاعت المنافسين لقيت هنا إن عليها Impressions كتير جدا حوالي 1500 CTR هنا قليل جدا جدا وده يرجعنا للنقطة اللي اتكلمنا فيها من شوية إن أكتر مكان بيبقى فيه CTR عالي هو الـ Top of Search وده أهم مكان لازم نعمل إعلان فيه كده إحنا خلصنا فيديو النهاردة وتعلمنا فيه حاجة مهمة جدا هي الطريقة الصحة اللي نفكر بيها أول ما الإعلام بتاعنا ما يحققش الأهداف المطلوبة منه إن شاء الله تكونوا استفدتوا في فيديو النهاردة ولو أعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكراب للشانل أشوفكم الفيديو الجاي